أولاً كنرحب بجميع المتتبعين وكنرحب بجميع الناس اللي تتهمهم قضية ديال حماية المال العام وقضية ديال محاربة الفساد نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام وقوة نتواصل معكم دائماً لكي نسلطوا الضوء على واحد العدد ديال القضايا التي تتعلق بالفساد المالي في المغرب وكي كنت تعرفوا كي نقولوا دائماً فالفساد ونهب المال العام هو من الأسباب والمشاكل الحقيقية اللي كتواجهت نمية في بلادنا بحيث أن هناك أموال عمومية كبيرة أموال ديال الدولة كتمشي بطرق احتيالية ومن طرف بعض الأشخاص اللي نفرض فيهم أنهم يحميوا هذا المال العام وأنه يصنوا وأنهم يطبقوا القانون ويحترموا المساطير ويقولوا بأن هذا المال العام موجه لخدمة الاثنمية وموجه للمغربة لكن على عكس ذلك كنشوفوا واحد العدد منهم واحد العدد من المسؤولين مشي كل شي واحد العدد من مسؤولين واحد العدد من المنتخبين ممكن ع очер PI ا retraعني وكان نقول بأن بعض هاد المسؤولين ومنتخبين تعرفوا أنهم يعبتوا هاد ومات shayam ورئيس مؤسسة فهذا كله تخول له انه يحمي مصالحه ويكون واحد العداد ديال العلاقات اللي تخلي هذك المصالح تتحمق وتستمر وبطبيعة الحال تستغلوا سيادة الإفلات من العقاب لأن الإفلات من العقاب ما كانش محاسبة ما كانش محاسبة حتى لكين ضعيفة جداً وبالتالي تستغلوا هذ الوضع ديال أن القضاء ما تحركش بزاف ضدهم المتالعات والأحكام القضائية اللي كتصدر هي أحكام ضعيفة وتيستغلوا واحد العدد ديال المواقع وديال الامتيازات باش يوفروا الحماية لرسهم وباش ما يوصلوش للقضاء وباش ما يتحكمش عليهم لكن يمكن نقول بأن أنتال هؤلاء اللي كتحوم عليهم هذ الشبهة بالفساد واللي مورطين في الفساد تخص الأحزاب السياسية تحمل المسؤولية ديالها وانتخابات على الأبواب أنه ما تعطيش تسكية وترشح بحال هذ الوجوه اللي هما من أسباب الرئيسية اللي يجعل المغاربة يفقدوا الثقة في السياسة ويفقدوا الثقة في الأحزاب أنا ما كنعممش كنقول بعض الأحزاب السياسية وتنقول بعض المرشحين وبعض المسؤولين وبالتالي أنا معمرني عمّنتوا هنا في الجمعية ضد الخطاب ديال التعميم كتعرفوا بأنه بلادنا كتتنزف فيها 5% من ناتج الداخلي الخام نتيجة سيادة الفساد وكانت مشي 50 مليار ديال الدرهم في مجال الصفاقات العمومية نتيجة سيادة الرشوة وحد عدد الشبب ديالنا اختار أنه يهاجر على برا عبر القاوري بالموت ويفضل الموت على أنه يبقى في البلاد باش نرجعوا الثقة للمغاربة وباش تكون تنمية حقيقية وباش تكون دولة الحق والقانون وباش الجميع يحس بالكرامة وباش لمستقبل ديالنا يتمألون لها المغاربة ويسترجعوا الأمال ويسترجعوا الثقة في المؤسسات خاصنا نقطعوا مع الفساد ومع نهب الملعم ومع الرشوة وتيخص المفسيدين يناهبين الملعم ما يتسمح معهم القضاء تيخصهم يتقدمون العدالة وينالعقوبة ديالهم على الأفعال اللي يرتكبوا ديال الاختلاص وديال النهب أموال عمومية وديال الرشوة إذا نقول لهم كفا من هذه الفسادات وفي هذا الإطار الجمعية المغربية لحماية الملعم قدمت واحد العداد ديال ملفات الفساد ما غير نهضر لكم على كل شيء ولكن نهضر لكم على البعض منها الملف الأولى اللي غير نهضر عليه هو البرنامج استعجالي لإصلاح التعليم كتعرفوا بأن البرنامج استعجالي لإصلاح التعليم تخصت له 44 مليار ديال الدرهم الملف من 2015 عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رجعته الوكيل العام من الملكة اللي حكمت السيناء في برية بعض هذا الأخير عاود رجعه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإتمام البحث من 2015 للآن خمس سنين مبادة التحاجة والمغربة كيتسنون النتيجة جديدة للملف وكيتسنون المسؤولين المتورتين في هذه الاختلاسات وفي التبديد الأموال العمومية في هذا البرنامج أنهم ينالوا جزاء ديالهم وينالوا عقاب ديالهم الملف الثاني هو ملف ديال البلدية الهرهورة هذه بلدية الهرهورة قدمنا فيها الشيكاية منذ 2017 ما زال ما أخذ فيه التقارر إلى حد أن الرئيس ديال هذه البلدية تفى رحمة الله عليه دون أن ينال المتورتون الجزاء في هذا الملف هذا كلمة الأخرى هو ملف ديال البلدية في قيمة الصالح هذا الملف هذا من الملفات التي اطرعت عليها الججاة وكترعت عليها الهضراء بشكل كبير هذا الملف الذي عندها فرق الوطني للشيكاية والرأي العام المحل اللي يصوف في قيمة الصالحة والرأي العام الوطني تنتظر من نتائج ديال هذه البحث وتنتظر أن المتورتين في الاختلالة ديال هذه البلدية أنهم ينالوا جزاء ديالهم خاصة أن هذه البلدية في قيمة الصالحة البلدية الوحيدة لوزير الداخلية ما مرش ضده مصطرة العزل خلافا لمقتضاية المادة 65 القانون والتنظيمي الجامعة الثورابية ملف آخر هو ملف ديال الكورا الكورا في مراكش الكوكب المراكوشي هذا النديد الكوكب المراكوشي تحجز على واحد العادات ديال الحصابات البنكية دياله لأنك تسلوا ديون كثيرة اللاعبين كيسلوا المدرب كيسل كل شي كيسل الفلوس وهذا الفرقة من 1997 ما عمرها أو 96 ما عمرها فرحات بشي انتصار وما عمرها فرحات بشي صعود رغم أن هذه الفرقة تستحق الشيء الكثير وتطلع عليها واحد العادات ديال الأسئلة حول الأموال ديالها حول تسيير الإداني ديالها وتسيير المالي للأسف المسؤولين على الكورا سواء وطنيا أو محليا أو المسؤولين على مستوى السلطات العمومية كيتفرجوا في هذا الوضع هذا كذلك هناك ملف آخيرا آخيرا اللي هو قضية كازين السعدي اللي هي قضية آآ قضية كبيرة واللي آآ تبعناها في الجمعية المغربي حماية المال العام منذ بدايتها تلتاشر سنة استغرقتنا بين البحث والتحقيق والمحاكمة هذا الخميسة هذا اللي فات صدر فيه حكم آآ قضائي هاد الحكم هادا اللي آآ فعلا هو حكم إيجابي وخلي فارتياح عند آآ الرأي العام نتمنى أن القضاء يكون حازم في التصدي الفساد وما يتساهلش مع المرتشين وما يتساهلش مع المفسدين وما يتساهلش مع نهي بالمال العام المغربة كنتظروا من القضاء أنه يكون حازم ويكون صارم ويصدر عقوبات رادعة ضد المفسدين نهي بالمال العام فهذا جرائم ديال المال العام